مع استمرار صد قوات بركان الغضب لمحاولات مسلحي حفتر تقدم نحو العاصمة من محاور عدة خلال الأيام الماضية وتوارد الأنباء عن التفافات أدت إلى وقوع قتلى وأسرى بين قواتهم يتواصل الكر والفرون الذي رغم حدته إلا أنه لم يغير كثيرا من المشهد العام على المحاور في محور العزيزية هجمت قوات الوفاق تمركزات ومواقع يتحصن بها مسلحون ومرتزقة تابعون لحفتر أسفر عن مقتل العشرات وأسر أكثر من عشرة عناصر وبسطت قوات الوفاق سيطرتها على عدد من المواقع بالمنطقة كما قبضت الكتيبة 301 مشات على عنصرين تابعين لحفتر خلال تقدماتها في محور العزيزية سلاح الجو استهدف أيضا عددا من التمركزات والآليات التابعة لحفتر بمحوري العزيزية والطويشة وأسقطت قوات الوفاق طائرة تابعة لحفتر غرب صبراتة كانت في طريق عودتها للوطية من مهمة قتالية جنوب طرابلس بحسب تأكيد آمر غرفة العمليات الميدانية بعملية غبركان الغضب أحمد أبو شحمة لقناة ليبيا الأحرار كما شهدت محاور القتال الإربعاء بحسب المتحدث باسم كتيبة الحركة محمد البقار اشتباكات في محور الأبيار وتقدما من جهة همبورغا ومثلث العلوي واستهدفت قوات الوفاق ميليشيات الكاني في محور السوحلي وأسرت عنصرين تابعين لحفتر في الكايخ بقصر بنغشير بمحور الكزرمة مع وقوع اشتباكات بالثقيل في محور الخلطات وتراجع مسلحي حفتر من عمرات بشارع الخلطات الاشتباكات والتقدمات وكذلك التراجعات شكلت تحرك أن يشبه المراوحة في ذات المكان رغم استمرار حفتر في سياسة تسخين المحاور وتكرار المحاولات الفاشلة لكسر ثوق العاصمة في مشهد كلي يخسر فيه المهاجم رغم تسويقه أن الخطط تجري بإشراف مشيرهم ويكسب فيه المدافع ليس عن ميدانه فحسب بل عن عاصمته وقيم بلاده بحسب مراقبين اشتركوا في القناة